مرة أخرى تتجاهل أوبك بلاس كل الضغوطات الغربية وتقرر الإبقاء على سياستها الانتاجية دون تغيير في توجه يؤكد أن القرارات داخل الكارتل النفطي تستند على معطيات اقتصادية بحثة بعيدا عن كل الإملاءات السياسية اجتماعة اليوم تطرقنا من خلالها مع وزراء مسؤولين على النفط في هذه البدن على الوضع الحالي للسوق خذنا قرارات أننا نواصل في سياستنا في الإضافة تدريجية لكميات من الانتاج البترول التي اتفقنا عليها منذ شهر أوت 2021 وكان من خلال الاتفاق اليوم أننا انتاج بلدان الأوباك وغير الأوباك سيزداد بـ 432 ألف برميل في اليوم ابتداء من شهر ماي قراره لابقاء على الخطة الحالية لزيادة الإنتاج أرجعها تحالف أوباك بلاس لتقارير اللجنة التقنية التي وصفت أساسيات السوق النفطي الحالية بالسليمة تطرقنا لتقرير اللجنة التقنية لبلدان الأوباك وغير الأوباك ومن خلال استعراض كل هذا التقارير لاحظنا أن إمدادات السوق حاليا سليمة ومناسبة للطلب رغم الضغوطات والدعوات لزيادة الإمدادات النفطية تحالف أوباك بلاس يؤكد مرة أخرى أن مصلحة منتجي النفط فوق أي اعتبارات سياسية قرار سيمهد الطريقة أمام أسعار الذهب الأسود للصعود مجددا خلال الأيام القليلة المقبلة